أسلم يحاول الابتعاد عن أوزان تحت تأثير الهدية بينما يحاول أوزان التصالح مع أسلم يريد برشين منعه ستطلب سيبل من جنكيز المساعدة من أجل برسين من ناحية أخرى أصبح إلول ويابز قريبين جدا عند رؤية هذه الأمور كورايم استعد لفعل أي شيء لمنع هذه العلاقة بعد أن خسرت أسلم المنحة الدراسية تتوجه هي ووالدتها إلى إزميرة يحاول طارق تغيير هذا الوضع ستجرب سيبل طرقا أخرى لجعل الخطط تعمل بشكل أسرع بالتوازي سيدخل يابز إلى عائلة إلول دون أن تلاحظ ذلك كوراي وراضيت لا يحبان هذا الوضع وسيحاولان منعه أسلم الذي جاء إلى أنقرة من إزميرة للدراسة في الجامعة تشاجر مع أوزان منذ اليوم الأول أوزان شاب متمرد وغاضب علاقة حبهم مع أسلم عديمة الخبرة ولكن العنيدة هي أيضا عاصفة وعاطفية شبابنا لا يختبرون بمحبتهم فقط يفتح لقاءهم أيضا الكتب بين العائلات التي كانت مغلقة منذ سنوات الطموح والغطرسة والتضحية والاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والأكاذيب وأسرار الماضي ستقلب حياة الشباب وأسرهم رأسا على عقب والحقائق التي دفنت وتمت تغطيتها ستظهر واحدة تلو الأخرى ولن يكون هناك شيء على الإطلاق نفس الشيء مرة أخرى